أستاذ أحمد قييم حضرتك للنتائج النتائج الصراع بالتمنشور على الحرب ده وضع كارثي وضع كارثي أستاذ اندوح وضع يعني بصراحة لا يرقى إلا إلى جرائم حرب من كل الأطراف تجاه هذا الشعب المكلوم ما في أي نتائج النتائج هي تهجر تغزة تدمر تغزة تهجر جزء تهجر جزء كبير منها تركوا بيوتها وراحوا تركوا غزة كلها وطلعوا وهاجروا وتركوها هالضحايا هالضحايا هالأطفال هالمدارس التي دمرت البنية التحتية لأي نتائج سيدي الكريم هل نقول أن حماس حققت نقطة تجاه الصراع الإسرائيلي هل نقول أن حماس والله ساهمت أو علمت إسرائيل درسا أبدا لم تعلمها درسا لأن بصراحة المنظومة التي تقوم عليها إسرائيل المنظومة البلطجية أنا مسؤول عنك أنا معرف ما أقول المنظومة البلطجية هذه الدولة البلطجية لا ينتبق عليها أي معايير فبالتالي التعامل مع هذا البلطجي أو التحركش بهذا البلطجي بهالطريقة الغوغائية التي قامت بها حماس نتج عنها هذا الدمار الهائل فلسطين غزة غزة خسرت القضية الفلسطينية خسرت أكثر بكثير مما أي تقدم أو أي إنجاز مهما كان يكون صحيح لربما لربما الإنجاز الوحيد ولكن لا أعرف صراحة ما هو المدر تحريك القضية أشكرك تحريك القضية على مستوى عالمي ولكن هل هذا التحريك العالمي النظام العالمي الحالي يقيم له وزنا يعني الحراك في الجامعات والشارع وما بعرف شو طب هل هذا الشيء سينتج مثلا حل لدولة ما حل لسلام ما حل لهذه الشعوب لا أعتقد بصراحة لماذا؟ لأنها في وقت السلم لم تقود لم تقود كل هذه التطورات إلى حل ما فبالتالي ما حل ونتائج الصراع ونتائج الحرب شو بدك تسموها سموها ما بعد سبع أكتوبر هو نتيجة مدمرة للقضية الفلسطينية وأتمنى أن أكون مخطئ نحاك وأتمنى أن أكون مخطئ سيد هل توافق الأستاذ أحمد على طرحه لنتائج بعد ثمانة أشهر من الحرب؟ طبعا إذا أجينا نحكي بطريقة تفصيلية وبتجرد سأقول قائل ومنهم في صحيفة أو مجلة اسمه تحدثت عن هذا الأمر بحيادية تامة تقرير طبعا لن يتسل مجال أني أطلع عليك كل التقرير ولكن سأحاول أن ألخص منه نعم هناك في إنجازات بالنسبة لما قامت بها حماس إذا حبينا نقرأ المشهد بتجرد في إنجازات ولكن طبعا هانسة أوافق الأستاذ أحمد إنه الإنجازات لا تساوي شيء بالنسبة للقسائر اللي حلت بنا وأنا أصلا غزة وأعرف معنا ما يحصل تماما وأقارب هناك وأهل هناك واستشفر منهم بالعشرات أعتقد فقط العشرات نعم فشأن شأن الآخرين يعني لك من المسألة من الإنجازات هذه المجلة واضح إنها يعني نوعا ما في حيادية في طرحها نعم لك في إنجازات لكن إيش الإنجازات؟ إنه مثلا أنت زعزعت الشعور النفسي عند الإسرائيليين جعلتهم إنه ما شعروش بالأمن كتير أعدت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأخبار بعد اختفاءها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مثلا والصين والأمور هذه الاتهاء أمريكا بالمواضيع هذه بحسب المجلة أنا أحاول أن ألاقص قرأت بعناية التقرير وحاجة تانية أخرى مثلا من اللي حققته إنه مثلا عرقلت موضوع التطبيع العملية اللي صارت العرب الإسرائيل عرب الإسرائيل مثلا بين السعودية وبين إسرائيل بين الإمارات وبين إسرائيل لأنه نوعا ما صار فيه فتور في العلاقات فهذه من الإنجازات زائد إنه حاولت تبرز إنه فيه إنجاز معين وهو إنه إحنا يعني بدها هانت زايد حتى على السلطة الفلسطينية وإنا لست مدافعا على السلطة الفلسطينية لكن أقول لك يعني بالتفصيل يعني حاولت أن تظهر إنه إحنا عن طريقنا سرح نرجع الأسر عن طريق القوة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وليس عن طريق المفاوضات يعني فيه بعض الإنجازات إذا ذكرنا فعلا حتى نعطيهم حقهم الجماعة ولكن لا تساوي شيء بالنسبة لما نشاهده على الشاشة وهي شاشاتكم تعرض إنه كل يوم تقريبا من خمسين إلى ستين شخص يقتلوا نعم وعدد الأسرى أصلا هو كان بيكلم زمان على خمس تلاف حالية دولاتي فيه عشرين ألف تمام فهان قصد الإنجازات لكن بالمقابل إحنا خسائرنا فادحة يعني في الأرواح باللينة التحتية في المصابرين غزة انتهت غزة غير صالحة للحياة الآن فهذه ممكن الإنجازات يعني اللي حققوها بيتغنوا فيها طبعا هناك وسائل إعلام بتحاول تبرز هذه الإنجازات كبطولات خارقة وبتتغاضى عن المآس يعني هنا الإعلام بيكونش منصف ولكن هذه لعبة الإعلام والبروباغاندا يعني بيظهر لك الجانب هو حاب يظهر يعني ممكن يظهر شخص إنه بيقول إحنا في دا المقاومة لو أتلوا كل أولادنا لو أتلوا كل عيدة بس في المقابل بتشوف على التك توك عشرات الناس من غزة وعجائز ونساء ورجال بقول لك إحنا لم نعد نحتمل يا رب نموت ولا نظل مستمرين في الحياة الإعلام ما بيجيبش كل هذه الأحداث إلا بحسب رجود الأفعال نعم 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 المترجم للقناة